نشط مفصلة للأخبار نسهلها بالعنوين كتائب القسام تتوعد الاحتلال بزلزال في المنطقة عند المساس بالسنوار أو بأي منقادة المقاومة ومسيرات في غزة رافضة للتهديدات الإسرائيلية القوات المسلحة اليمنية تنبه التحالف السعودية من المراوغة والتنصل من تنفيذ الهدنة وتحذر من استمرار الخروق مقتل ضابط وعشرة جنود مصريين في هجوم إرهابي شرق قناة السويس والسيسي يؤكد أن الهجمات الإرهابية لن تنال من عزيمة الجيش في القضاء على الإرهاب زيارة مرتقبة لوفد أوروبيا إلى طهران في مسعى لإنقاذ الاتفاق النووي وبوريل يتحدث عن مبادرة بشأن تصنيف حرس الثورة الإسلامية وبئس الذين يريدون مصادرة القرار للوطن اللبناني المستقل جونبلاط يهاجم محور الممانع ويتحدث عن عملية اغتيال سياسي على مشارف الانتخابات حزب شنف يحقق فوزا تاريخيا في الانتخابات التشريعية في إرلندا الشمالية ويدعو إلى مناقشة توحيد الجزيرة أهلا بكم حذر الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة من المساس برئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار أو بأي من قادة المقاومة وفي منشور عبر قناته على تيليجرام قال أبو عبيدة أن المس بقادة المقاومة إذان بزلزال في المنطقة وبرد غير مسبوق كما لفت إلى أن معركة سيف القدس ستكون حدثا عاديا مقارنة بما سيشاهده الاحتلال وتوعد من يتخذ قرارا كهذا بأنه يكتب فصلا كارثيا في تاريخ الكيان ويرتكب حماقة سيدفع ثمنها غاليا وأجابت مسيرة ضخمة شوارع غزة رفضا للتهديدات الإسرائيلية باغتيال رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار المسيرة انطلقت من مسجد الشرطة في خانيونس نحو منزل السنوار أطلق خلالها المتظاهرون شعارات مؤيدة للمقاومة إن اغتيال أي من قادة المقاومة من قادة سرايا القدس أو كتائب القسام أو أي قائد من قادة المقاومة وعلى رأسهم الأخ المجاهد أبا إبراهيم يعني أنك فتحت على نفسك أبواب جهنم وأن المعركة لن تكون أمر معركة داخلية فقط فاقتيال أبا إبراهيم يعني المس بحلف القدس والمس بمحور المقاومة المس بأبا إبراهيم يعني بركان أن الغضب الوطني الفلسطيني سيتفجر في وجه العدو وسيدفع العدو ثمنا باهظا وسيتحمل العدو كافة داعيات هذا القرار وكشفت مصادر الميادين عن اتصالات جرت أخيرا بين حماس والوسطى لوقف الاعتداءات على المسجد الأقصى مضيفة أن المقاومة أبلغت الوسطى أن عودة سياسة الاغتيالات تعني عودة العمليات التفجيرية داخل المدن المحتلة مصادر الميادين ذكرت أن حماس طلبت بتراجع الاحتلال عن الاقتحامات في الأقصى وبإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه عام 2000 كما ذكرت أن حماس نقلت إلى المصريين عدم اكتراثها لتهديدات الاحتلال باغتيال قادتها وأن الثمن لمثل هذه الحماقة معروف لدى العدو مصادر الميادين أكدت أن المقاومة ستحرق مدن المركز وستوجه ضربات كبيرة من الصواريخ لجوجدان وتل أبيب فوق تصور العدو في حال تنفيذه تهديداته وذكرت وسائل علامة إسرائيلية أن تظاهرة انجابت العاد حيث نفذت فيها العملية الأخيرة احتجاجا على سوء الوضع الأمني وتواصل قوات الاحتلال لليوم الثالث على التوالي عملية البحث عن منفذي عملية العاد التي أدخلت قادة الاحتلال ومستوطنيه مجددا في دائرة الرعب وتركتهم أمام عاصفة أسئلة تبحث عن إجابات وذلك في ظل الإقرار المتزايد بفقدان الأمدار الشخصي هاني فحص إلى دوامة الخوف واليأس أعادت عملية العاد الاحتلال الإسرائيلي بمختلف مستوياته ووضعته مجددا أمام حقيقة الفشل في كسر موجة العمليات الفلسطينية وإخفاقه في توفير الأمن لمستوطنيه هناك شعور عالي جدا بفقدان الأمن وهذا يوجد شعورا عاليا بالخوف مصدر أمني كبير قال لي نحن في وضع مشابه لوضع انتفاضة السكاكي لكنه أكثر فتكا لا يوجد هنا جهة واحدة مسؤولة يمكن تحديدها والعمل ضبها في المؤسسة الأمنية يقولون بوضوح إن هذا سيأخذ وقتا هذا لم يحصل بضربة قضية المأزق الذي أوجدته العمليات الفلسطينية التي تطورت كما ونوعا وسجلت نجاحا في نتائجها وتوليها أفقدت قادة الاحتلال صوابهم فدع بعضهم إلى تطبيق سياسة العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين وطالب البعض الآخر بالعودة إلى سياسة الاختيالات المركزة ضد قادة فصائل المقاومة الفلسطينية أولا يجب أن نجبية ثمنا باهظا من عائلات المنفذين وأن نطرد عائلاتهم إلى غزة ولبنان ثانيا يجب فرض عقوبة الإعدام على المنفذين ثالثا يحيى السنوار يجب أن يموت اللغة الحربجية التي غطت على الخطاب الإسرائيلي العام في أعقاب عملية العاد قابلها إقرار بسؤونين أمنيين وخبراء بأن اغتيال قائد حركة حماس في غزة يحيى السنوار ليس لعبة وأنه لن ينهي موجة العمليات وفيما أقر مسؤولون السابقون بفشل عملية كاسر الأمواج التي أعلنها الجيش الإسرائيلي مع بدء موجة العمليات وصف باحثون ما يجري بالظاهرة الاجتماعية وحذروا من مغبة التعامل معها على أساس أنها أعمال فردية لشبان يائسين أصيب شاب فلسطينيون برصاص الاحتلال قرب نفق بلدة حبلة جنوب قلقيلية قوات الاحتلال كانت قد فجرت منزل الأسير عمر جردات في بلدة السيلة الحارثية غربية مدينة جنين شمال الضفة وذلك بذريعة مشاركته في عملية حومش قبل أشهر وهي العملية التي أدت لمقتل إسرائيلي وجرح آخرين أربعة ألاف وحدة استيطانية تقريبا تسعى إسرائيل إلى المصادقة على بنائها في الضفة الغربية بما فيها مستوطنات طوق القدس الوحدات الاستيطانية ستبنى في 25 مشروعا يكون فيها نصيب الأسد للمستوطنات الدينية المتطرفة وذلك على رغم من إعلان سابق لحكومة تل أبيب بتجميد الاستيطان هذه العمليات الاستيطانية لن تؤدي إلى زيادة وتيرة المقاومة الفلسطينية والكفاح الوطني لأن الفلسطينيين أصبحوا مقتنعين أنه لن يستطيع أحد أن يوقف الإسرائيليين إلا النضال والمقاومة والكفاح من المفترض أن تتم المصادقة على القرار الخميس المقبل من قبل الإدارة المدنية للاحتلال في الضفة ورغم الإدانات الواسعة والسنكار الولايات المتحدة له بدت حكومة بنت عازمة على تنفيذ القرار كجزء من محاولاتها لإرضاء اليمين المتطرف الذي بات مستاء من عجزها الأمني ويهدد بإسقاطها حالا من التخبط تعيشها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بعد فشلها في منع عمليات المقاومة وفي ذات الوقت محاولة الحفاظ على الذات من خلال إرضاء اليمين المتطرف والمستوطنين فشل إسرائيل في وقف عمليات المقاومة أو ردعها بدى واضحا في استمرار سياسة هدم منازل المقاومين بلدة سيرة الحارثية غرب جنين كانت الهدف أكثر من مئة آلية عسكرية اقتحمتها وحاصر جنودها منزل عمر جردات قبل أن يفجروه ليكون المنزل الرابع الذي يفجره الاحتلال ردا على مقتل مستوطن وجرح آخر في عملية حومش في كنون أول ديسمبر الماضي هم أنا باعي أن أول زمان ويعرفون 82 المخابرات دلت إسرائيل ولا بيهزوا شعرها لا مني ولا مولادي ولا من زوجتي أنا حسب الله عنه كله أنا مع الله وبابتغل آخري ولا بخاف منهم هم ظلمين ظلموني وظلمي ولادي وأطفالي ولادي ولادي هذا بكلهم لا يولد إلا الحقد الأطفال والأجهال كنت كم لا تظلموهم وما يأثر علي وتهدد إسرائيل بهدم منزل رعد الخازم أيضا خلال الأيام المقبلة ردا على عملية تلي أبيب الشهر الماضي فيما يعتبر عقوبات جماعية منافية للقانون الدولي مصر سلمي رحم الله الميادين كل فلسطيني يتخذ قرار المواجهة والاشتباك مع المحتل يعلم أنه محكوم بالشهادة أو الأسر بعض الفدائيين ينجحون في التخفي عن الاحتلال ولو إلى حين ثمت عوامل تطيل أمد التخفي ومطاردة الاحتلال للفدائي أبرزها البيئة الحاضنة التي يسعى الاحتلال بشدة إلى ضربها ملاك خالد تحية إلى أهل الناصرة بهذه الكلمات فقط أفشل الأسير يعقوب قادري أحد أبطال عملية نفق الحرية جهود مكينة إعلامية صهيونية دابت على إهام الفلسطينيين بأن أهل الناصرة هم من وشاب الأبطال الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوغ البيئة الحاضنة للمقاومين ليست صدفة ولا تفصيلا في التاريخ الفلسطيني فمنذ ثورة العام 1936 تشكل هذه البيئة حضن الأمان الأول الذي يتلقف المقاومة المشتبك بيئة يدرسها الاحتلال بجدية ولا يفهم بيئة تزداد تجذرا منذ الانتفاضة الأولى التي طالت فيها فترات تخفي الفدائيين من مطاردتهم ولعل أشهرهم الشهيد القسامي يحيى عياش والقيادي الجبهوي أحمد سعدات الله على الجواسيس الله على العمل يجعلهم يتنخل الطخن يا رب العالم هذه السيدة التي آوت شهيد عمر أبو ليلى في منزلها تشخص أكبر معضلات الفدائيين والعمل المقاوم في فلسطين العملاء والجواسيس من يدلون بمعلومات عن أي فدائي مطارد ويسهلون قتله ما أودى بحياة عدد كبير من المقاومين بينهم باسل الأعرج الذي اغتيل بعد مطاردة لنحو خمسة أشهر والشهداء أحمد جرار الذي تخفى نحو شهرين وأشرف نعالو الذي طارده لاحتلال خمسة وستين يوما وهم بعض شهداء الضفة الغربية ممن نفذوا عمليات فدائية ونجحوا في التخفي إلى حين أما الشهيد نشأة ملحم منفذ عملية تل أبيب قبل ستة أعوام وهو من قرية عرعرى في فلسطين المحتلة عام ثمانية وأربعين فقد تخفى أسبوعا كاملا قبل اغتياله في الأرض المحتلة رغم هدم البيوت ومطاردة الأبناء والاعتقال والتحقيق ومختلف أنواع التنكيل التي تتعرض لها تظل البيئة الحاضنة أقوى وأمتن يخطط جاريد كوشنر صهر دونالد ترامب للدفع قدما باستثمارات في شركات إسرائيلية بملايين الدولارات عبر استخدام أموال من السعودية جرى تحويلها إلى صندوقه بأوامر من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان صحيفة وولستريت جورنال أشرت إلى أن صندوق الثروة السيادي السعودي خصص ملياري دولار لشركة كوشنر أفينيتي بارتنرز ووافق على السماح بالاستثمار في الشركات الإسرائيلية للمرة الأولى وأضاف تقرير الصحيفة أن من شأن هذا التطور أن يمهد للتطبيع بين السعودية وإسرائيل نبه المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع إلى أن التحالف السعودي بدأ يتنصل من تنفيذ الهدنة بشكلها المطلوب عبر المراوغة والخداع وخلال لقائه قادة عسكريين في جبهات الجوبة والبلق والخطوط في مأرب حذر سريع التحالف السعودية من مغبة خروقه المستمرة وعدم التعاطي مع الهدنة بمسؤولية سريع رأى أن الشعب اليمني أمام لحظات فارقة في التاريخ بين أن يظهر التحالف جديته في الهدنة أو أن ينكث بوعده عضو المكتب السياسي في حركة أنصار الله علي لقحوم أكد أن التحالف السعودية لم يلتزم بالهدنة واستمر في غاراته وخروقاته وفي اتصال مع الميادين قال لقحوم أن السعودية مستمرة في عرقلة فتح المطار وميناء الحديدة وفي ملف الأسرة نحن لن نجف مكتوبة لأيدي أمام ما يعملوا به تجاه أبناء الشعب اليمني يعني لا نفذوا الاتفاقات في الجوانب الإنسانية من فتح مطار من فتح ميناء من فتح الأسرة من معالجة الأوضاع ومعاناة التي احترقتها هذه الحرب لا مشكلة بيننا وذين اليمنيين مشكلتنا هي مع التعالف مشكلتنا مع الأضماع السعودية مع الأضماع الإماراتية البريطانية الأمريكية الصحيونية الجميع يتحرك اليوم في بناء جواعد وفي بناء مشاريع الخاصة مشاريع الصحيونية في سوبطرة مشاريع الأمريكان في باب المند في عبرموت السعودية في عدم الإمارات والبريطانيين يعني مشاريع الأصبحت ملموسة وواضحة نقول للمبعوث عليك أن تتحرك في ما يريده اليمنيين عليك أن تفهم أن الأخطاء التي تنتجبها السابقون من المبعوثين السابقين كانوا يتجتمون ويتحركوا في تنفيذ الرؤية السعودية ولذلك فجلوا وبسبب عدم التزام التحالف السعودي بعدة فتح مطار صنعاء أمام رحلات الجوية التجارية وعدم تنفيذ بنود الهدنة توفي 12 مريضا يمنيا خلال الشهر الأول من الهدنة أحمد عبد الرحمن استمرار إغلاق مطار صنعاء يودي بحياة المزيد من المرضى اليمنيين بعد شهر من الهدنة هذا ما كشفه إعلان اللجنة الطبية العليا عن وفاة 12 حالة مرضية تعذر سفرها خلال الشهر الأول من الهدنة المزعومة لتلقي العلاج في الخارج الأمر الذي يهدد حياة عشرات المرضى بالمصير نفسه وفاة 12 مريضا كانوا بسطة السفر إلى الخارج هي نتيجة التعنث السعودي والأعذار الوهية التي تروجها السعودي وإعلاما ومرتزقتها بين الحين والآخر حياة آلاف المرضى اليمنيين على المحك مع تواصل إغلاق المطار أمامهم بعد مرور أكثر من شهر على الهدنة وعدم تحديد موعد جديد لانطلاق الرحلات الجوية التجارية من مطار صنعاء الدولي وإليه وفقا لاتفاق الهدنة الإنسانية والعسكرية ولسيما بعد إلغاء الموعد السابق في الرابع والعشرين من نيسان إبريل الماضي قبل ساعات من انطلاق الرحلة من العاصمة الأردنية عمان إلى صنعاء بحجج واهية وشروط تعجيزية مجحفة وزائفة لا يمكن أن يتحمل مريض أن يقطع أكثر من 14 إلى 15 ساعة وأكثر من 450 كيلو وهو ينضي إلى عدم سوف يموت في الطريق ومعنى أنه ينضي إلى عدم معنى ذلك أنه لا يوجد شيء يسمى هدنة عشرات آلاف المرضى من اليمنيين لفضوا أنفاسهم الأخيرة خلال السنوات الماضية بسبب إغلاق مطار صنعاء بينما لا يزال آلاف آخرون هنا بانتظار إعادة فتح المطار الدولي وتمكينهم من حقهم في الخروج والعلاج في ظل صمت أممي ودولي وضع إنساني مأساوي وكارثي يعيشه اليمنيون جميعا وأعداد الوفيات للمرضى في ارتفاع مضطرد في الشهر الثاني للهدنة ورغم ذلك الهدنة تراوح مكانها ولتقدم في تنفيذ أهم بنودها وهو فتح مطار صنعاء الدولي أحمد عبد الرحمن صنع الميادين أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الهجمات الإرهابية لن تنال من عزيمة الجيش المصري في القضاء على الإرهاب كلام السيسي جاء تعقيبا على استشهاد أحد عشر عسكرية مصريا بينهم ضابط وإصابة خمسة آخرين في هجوم استادف أحد محطات رفع المياه بمنطقة شرق قناة السويس وقال المتحدث باسم الدفاع المصرية إن القوى الأمنية تتصدت لهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة نفذت مجموعة من العناصر المتشددين مضيفا أنه جرت محاصرتهم في أحدى المناطق المنعزلة في سيناء يزور مناصق الاتحاد الأوروبي أنريكي مورا طهران الثلاثاء لإجراء محادثات مع المسؤولين فيها وفق ما ذكر موقع نوري نيوز الإيراني الموقع لفت إلى أن الزيارة ستكون خطوة جديدة للتشاور البناء بشأن المواضيع العالقة المعدودة ولكن المهمة صحيفة فينانشل تايمز نقلت عن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قوله أن الاتحاد يجري محاولة أخيرة لإنقاذ اتفاق إيران النووي وقال بوريل أنه يسعى إلى تسوية وسط بشأن تصنيف حرس الثورة الإسلامية إرهابيا في محاولة منه لإحياء الصفقة وبحسب الصحيفة فإن بوريل يفكر في سيناريو يجري بموجبه رفع العقوبات عن الحرس لكن يجري الاحتفاظ بها في أجزاء أخرى منه عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلسي الشورى الإيراني محمد أحمد بيغش قال أن الاتفاق النووي وصل إلى طريق مسدود وفي تصريح إلى موقع جمران شدد بيغش على وجوب إبلاغ الشعب الإيراني أن محادثات فيينا لن تفضي إلى أي نتيجة وراء أن ملف حرس الثورة الإسلامية هو مجرد ذريعة ستختلق واشنطن غيرها إذا استجابت طهران لها بغشرة أن علاقات بلاده مع الشرق كفيلة بحل المشاكل من المقرر أن يزور أمير قطر تميم بن حمد طهران لمتابعة الاتفاقات السياسية والاقتصادية المواقعة بين البلدين وفيما لم يحدد موعد الزيارة ذكرت وكالة إيرنا الإيرانية أن وفدا سياسيا واقتصاديا سيرافق أمير قطر وأن من المقرر أن تتضمن الزيارة مفاوضات للإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة وزير النفط الإيراني جواد أوجي أكد أن بلاده ستبذل كل ما في وسعها لضمان تسليم الوقود إلى نيكاراكوا وفي ختم زيارة وضن حكوميا إيرانيا للبلاد قال أوجي الذي وصل نيكاراكوا أتيام من فانزويلا أن إيران ونيكاراكوا يمكنهما معا إبطال مفاعل التعديات والعقوبات من جهته قال رئيس نيكاراكوا دانيال أورتيغا أنه جرى خلال الزيارة طرح مشاريع بيترو كيميائية ونفطية فضلا عن إمكانية تطوير الانتاج في حقول نفط وغاز وزير نفط جمهورية إسلامية أعدكم بصفة وزير للنفط في جمهورية إيران الإسلامية بأننا سنبذل قصار جهدنا في مجال توفير الوقود لدولة نيكاراكوا الصديقة والشقيقة والثورية ندين بشدة الاعتداء الجائر من جانب بعض القوى وتدخلها في شؤون الداخلية لنيكاراكوا ونؤمن أن نيكاراكوا لديها إمكانات هائلة ويمكننا معا إبطال مفاعل العقوبات فاصل ونعود أهلا بكم من جديد إلى موسكو حيث أعلنت وزارة الدفاع تدمير كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشنكوف قال أن هذه الأسلحة وصلت من الولايات المتحدة والدول غربية قال رئيس مجلس الدوم الروسي أن واشنطن تنسق العمليات العسكرية في أوكرانيا وأكد أن واشنطن تقوم بنحو الأساسي بتنسيق وتطوير العمليات العسكرية وبالتالي تشارك بشكل مباشر في العمليات العسكرية ضد روسيا مشيرا إلى أن ذلك يرقى إلى مستوى التدخل المباشر في العمليات العسكرية ضد بلاده هل تنجر الولايات المتحدة إلى حرب مباشرة مع روسيا من دون أن تكون جاهزة لها ولسيما على مستوى التأييد الشعبي والكونغرس فرضية يقول الكاتب الأمريكي توماس فريدمان إنها قد تكون واقعية وأن حرب أوكرانيا تزداد خطورة يوما بعد يوم كلما طال أمدها الولايات المتحدة يمكن أن تنجر إلى حرب مباشرة مع روسيا والحرب في أوكرانيا تزداد خطورة يوما بعد يوم كلما طال أمدها هذا ما توصل إليه الكاتب الأمريكي توماس فريدمان قائلا إن الحرب لم تستقر في طريق طويل وطاحن وممل كما يظن البعض وفي مقال له في صحيفة نيويورك تايمز أكد الكاتب أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان غاضبا من تسريبات لم تكن جزءا من استراتيجية مدروسة بشأن مساعدة بلاده لأوكرانيا على قتل الجنرالات الروس وإغراق التراد موسكوفا وصف ذلك بأنه عمل طائش يجب أن يتوقف فورا قبل أن ينتهي الأمر بأمريكا في حرب غير مقصودة مع روسيا بوتين ليس لديه أوهام بحسب فريدمان بشأن مقدار تسليح الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لأوكرانيا بالمواد والاستخبارات ولكن تفاخر المسؤولين الأمريكيين وتباهيهم بقتل البحارات الروس يصنعان فرصة لبوتين للرد بطرق قد تؤدي إلى توسيع نطاق هذا الصراع على نحو خطير وجر أمريكا إلى أعمق مما تريد يكشف الكاتب الأمريكي كذلك أن المسؤولين الأمريكيين قلقون تماما مما قد يفعله أو يعلنه الرئيس الروسي في الاحتفال بيوم النصر في موسكو يوم الاثنين فلا أحد يعلم ماذا يمكن لبوتين أن يفعله سواء لناحية حشد المزيد من الجنود أو القيام ببعض الاستفزازات الأخرى أو عدم القيام بأي شيء على الإطلاق يخلص مقال صحيفة نيويورك تايمز إلى أن أمريكا بحاجة إلى التمسك بهدف واضح ومحدد وهو مساعدة كييف على طرد القوات الروسية قدر الإمكان أو تفاوض من أجل انسحابها وإلا فإن أوكرانيا ستتحول إلى محمية أمريكية على حدود روسيا فقمة الحماقة بحسب الكاتب أن تقع أمريكا في حب أوكرانيا بطرق تجعلها تغرق هناك إلى الأبد إلى ذلك شددت وكالة الفضاء الروسية روس كوسماس للمرة الأولى على أن أعمالها لا يقتصر على المجال المدني فقط بل يشمل العسكرية أيضا الوكالة وفي مقطع مصور لمناسبة اختراب عيد النصر أشرت إلى أنها تعد من المؤسسات الرئيسية في الصناعات الدفاعية وهي الشركة المنتجة لصواريخ سارمات وتوبول وإسكندر في موسكو تتوالى الاستعدادات في الساحة الحمراء في العاصمة للاحتفال بيوم النصر على النازية في الحرب العالمية الثانية في التاسع من أيار مايو الحالي يشارك في العرض العسكري هذا العام نحو 11 ألف جندي من مختلف الوحدات العسكرية ومن المنتظر أن يلقي الرئيس روسي فلاديمير بوتين خلال العرض العسكري كلمة توقع مراقبون أن تتضمن تحذيرات شديدة لهجة للقوى الغربية الآن إلى تطورات الانتخابات النيابية اللبنانية تنطلق صباح اليوم المرحلة الثانية والأخيرة من تصويت المغتربين اللبنانيين في الانتخابات النيابية يدلي أكثر من 190 ألف لبناني مغترب لهم الحق في الاختراع بأصواتهم في 48 دولة تجري فيها الانتخابات بمختلف قارات العالم وبحسب وزارة الخارجية اللبنانية فأن أول الصناديق سيفتح في أستراليا على أن يقفل آخر الأقلام في خمس ولايات أمريكية رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جونبلاط هجم من يريدون مصادرة القرار الوطني اللبناني المستقل وفي مهرجان انتخابي تحدث جونبلاط عن اغتيال جديد عبر الانتخابات التشريعية وتعهد برد الهجمة عبر صناديق الاختراع وعلى مشارف اغتيال جديد عبر الانتخابات أتوجه إليكم أتوجه إلى العمائم البيضاء عمائم الحكمة والتوحيد عمائم النخوة والعزة والكرامة بأن نرد الهجمة سويا كما فعلتم في جبل العرب وكما فعلتم في كل موقعة من حرب الجبل عبر صناديق الاختراع لمنع الاختراك ومنع التطويع ومنع التبعية والذن وبئس الذين يريدون مصادرة القرار الوطني اللبناني المستقل لصالح محور الممانعة محور التدمير ومحور التزوير في كل موقع من الجبل إلى الجنوب مرورا بالإقليم والبقاع وبيروت الارتباك الذي يسود أوسط قوى الرابع عشر من أذار السابقة غير مسبوك ولسيما أن الطرفا وازنا قرر مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة فغياب تيار المستقبل سيفقد حلفاءه السابقين الكثير من الدعم الشعبي في دوائر عديدة لكن كيف ارتسمت صورة تحالفات تلك القوى عباس الصباغ المشهد الجامع هذا لقوى الرابع عشر من أذار لم يعد ممكنا متغيرات كثيرة أفضت إلى تباعد بين المكونات الأساسية لتلك القوى لكن المشهد بعد انسحاب تيار المستقبل من الحياة السياسية سيزداد تعقيدا ولسيما في التحالفات الانتخابية أما أركان الرابع عشر من أذار السابقين ولسيما الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية فقد اختارا التحالف في دائرتين في جبل لبنان وسلما بالتباعد في البقاع اتفاق الاشتراكي والقوات جاء بعد مخاض طويل بين القيادتين لأكيد أنه طبعا في رغبة عند البوات اللبنانية لحتى سيب التحالف لكنه كان حارج يعني محرج وليد جمالات وليد جمالات بده شريك مسيحي بس محرج كان من خلال موضوع السني ويلي هو توتر الوضع أخيرا بين السنة والقوات اللبنانية لذلك بالتأكيد يلي صار طبعا فيه رغبة بس كان فيه عوائق منعته وطبعا فيه سراع الحصص بس لكن الواضح أنه يلي صاره برغبة سعودية مثل ما بيانه وكل حال بيانه أنه السعودي رجع بعد فتحة انكفاء رجع مهتم أطراف أخرى كانت من ضمن قوى الرابع عشر من أذار باتت اليوم على طرفين نقيض في الانتخابات البرلمانية فحزب الكتائب الذي انضم للقوى الأذارية منذ العام 2005 يبتعد اليوم عن القوات اللبنانية وينافسها في أكثر من دائرة ولا سيما في المتن الشمالي وبعبده التموضوع الانتخابي لتلك الأحزاب لا ينسحب على موقفها من العهد والمقاومة حيث لا تزال على خصومتها الشديدة لهما الحدي اللي هلأ علاقة بالحملات الانتخابية بس بالتأكيد نعم هن بيحطوا حالهم بالمحل المواجه لحزب الله في في ملعب السياسي المبناني إلا أن انتخابات العام الحالي لن تكون كالانتخابات السابقة مع تيار المستقبل الغائب عن الانتخابات ورفض جمهوره لمرشحي القوات اللبنانية على خلاف توجهات رئيس الحكومة السابق ورئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة غياب تيار المستقبل عن منازلة الانتخابية أفقد قوى الرابع عشر من أدار رافعة انتخابية وازنة في أكثر من دائرة والأنظار تتجه إلى قدرة من خالف قرار المستقبل على جذب الناخبين عبدالصباق بيروت الميادين تعد محافظة عكار من أكثر المناطق اللبنانية التي تعاني من أهمال الدولة محافظة تتميز بسهولها الزراعية الساحلية التي تنتج كميات كبيرة من الخضار والفاكهة حسان الرفاعي 788 كم مربعا تحتضن 121 بلدية هي قوى معكار أقصى المحافظات الشمالية التي تحدها سوريا ومحافظة بعلبك الهرمل والبحر الأبيض المتوسط منطقة امتازت بأكبر سهل ساحلي في لبنان شكل أساس الدورة الاقتصادية العكارية وجعل الزراعة متنفسا للمحافظة المهملة من الدولة سهل عكار بتصنف هو تاني سهل في لبنان أول سهل هو سهل البقاع والتاني سهل بيجي سهل عكار وأهم شي بالسهل في عندك مزرعات الخضرويات كلها وأهم شي بالخضرويات مزرعات البطاطا فيه جزء منه يصرف بالداخل فيه جزء يصدر وأهم شي بالتصدير العملكي الحمضيات نحن بتصدر كميات من الحمضيات للخارج والبطاطا كمان بتصدر من الخارج أكيد مع الأسف دولي غيب ما في أهمية بالمرة أبدا أبدا أكثر من أربعين ألف بيت زراعي بلاستيكي تنتج الخضارة على أنواعها مع حقول واسعة من الحمضيات والقمح وألاف الدنومات المزروعة بالبطاطا العكارية تتنوع المزروعات وعشق الزراعة متوارث لقنا بهذه الأرض من أنا وصغير وعيد بقل أنا عم يشتغل بالأرض هذه الأرض ورثوها أهلنا عن أجديدنا ونحن ورتناها عن أهلنا ونحن عشنا بهذه الأرض وحمود بهذه الأرض لأنه هي كل حياتنا ما عنا بديل بعكار نحن ما عنا بديل لا عنا شي أبدا غير الزراعة نزرع ونأكل تغيب عكار عن أجندة السياسيين ويتذكرونها في زمن الانتخابات ويهيلون على أهلها الوعودة ينسون أن سهولة لبنان وحدها قادرة بالتنظيم والرعاية على تأمين اتفاء ذاتي زراعي لبلاد تعصف بها الأزمات في مقابل بحر عكار الأزرق بحر أخضر من الخضار والحمضيات يشكل مورد رزق لألاف العائلات التي طبعت سهول عكار أحرف الزراعة في أيديهم حسان الرفاعي عكار الميادين تصدر حزب شينفن نتائج الانتخابات التشريعية في إيرلندا الشمالية وبات للمرة الأولى منذ أكثر من مئة عام أكبر حزب في البلاد بعد فوزه بـ 27 مقعداً زعيمة الحزب ميشيل أونيل قالت إن إيرلندا الشمالية بصدد دخول حقبة جديدة داعية إلى نقاش بشأن وضع حد لحكم المملكة المتحدة للمقاطعة وعشرت إلى نقاش جارم بشأن إعادة توحيد إيرلندا بعد قرن على إلحاق إيرلندا الشمالية بالحكم البريطاني يمثل هذا اليوم لحظة تغيير مهمة للغاية إنها لحظة حاسمة للسياستنا ولشعبنا اليوم نشهد حقبة جديدة أعتقد أنها تقدم لنا جميعاً فرصة لإعادة تصور العلاقات في هذا المجتمع على أساس العدالة الاجتماعية والمساوى بغض النظر عن الخلفيات الدينية أو السياسية أو الاجتماعية فإن العمل سيكون عبر السياسة التزامي هو العمل من خلال الشراكة لا لانقسام في فرنسا وعد رئيس إمانويل ماكرون بأن يقود البلاد بنهج جديد عبر التخطيط والإصلاح واشراك الفرنسيين وعقب مراسم تنصيبه رئيساً للبلاد لولاية جديدة في قصر الإليزي قبل أيام مبادئ ولايته أشار ماكرون إلى أن الفترة الحالية ينتبوها الخوف والانقسام في المجتمع وتستدهي الاحترام والتضامن لبناء عقد اجتماعي وبيئي منتج الحكمة المقبلة ستكون مفتوحة على العمل الحازم من أجل بلدنا وأوروبا سنعمل أولاً على تجنب التصعيد بعد غزو أوكرانيا من أجل الديمقراطية ومن أجل بناء سلام جديد لأوروبا وحكم ذاتي جديد لقارتنا يواصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تجديد قبضته على الحزب الجمهوري باعتراف مسؤولين في الحزب سيطرة تنفي ما حكي عن تضاؤل نفوذه بعد خسارة انتخابات عام 2020 وتعرضه للمسائل على خلفية هجوم الكابيتل سيطرة تغذيها اتهامات جمهورية واسعة لنجل الرئيس جو بايدن بأنه المسؤول عن كل ما جرى تقريباً في سياسة الولايات المتحدة على الرغم من خسرته الانتخابات الرئاسية في العام 2020 والتحقيق الجاري في دوره في اقتحام مبنى الكابيتل لا يزال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يهيمن على الحزب الجمهوري حيث لا أحد يطغى عليه فمع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية النصفية وفيما تحتل ملفات اقتصادية إضافة إلى الحرب في أوكرانيا أولويات الأمريكيين تنصب اهتمامات الجمهوريين في الكونغرس على نجل الرئيس جو بايدن هانتر هذا ما كتبته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية مشيرة إلى الانطباع الذي قدمه النائب الجمهوري جيمس كومر والذي ردد في أكثر من مقابلة أن نجل الرئيس بايدن مسؤول عن كل شيء تقريباً زاعماً أن الحكومة الروسية تحاول التأثير على السياسة الأمريكية في أوكرانيا من خلال استغلال علاقة هانتر بايدن بوالده كما أن العلاقة الغريبة بين هانتر والصين يمكن أن تفسر سبب وصول الإدارة الأمريكية والدولة العميقة إلى الصينيين لتحذيرهم من أي عمل عسكري تقوده واشنطن حضور ترامب المتصاعد طغى داخل أروقة الحزب الجمهوري فبحسب صحيفة بوليتيكو يتفق مترومني وجوش هاولي على مكانة ترامب في الحزب فرومني الذي صوت مرتين على إدانة ترامب في محاكمات عزله خلصاً إلى أنه من الصعب تخيل عرقلة دعم ترامب في الحزب مضيفاً أن ترامب يمكن أن يصبح مرشحاً رئاسياً بعد عامين إذا أراد ذلك وقائع لا تبتعد عن احتفالات ترامب الضخمة ومنها في أوهايو التي تؤكد أن الحزب الجمهوري لا يزال تحت سيطرته بالكامل الممولون يتحكمون في توجهات المنظمات البيئية الأبرز حول العالم صحيفة الڭارديون تكشف أن مركز أبحاث بيئية بريطانية كان يتلقى تمويلاً من مصالح الوقود الأحفوري فكيف تتحكم مصالح الممولين في الاتجاهات البيئية العالمية؟ تعلو الأصوات المناددة بتغير المناخ والمطالبة بتخلي الحكومات عن استخدام الوقود الأحفوري أحد المسببات الرئيسية لظاهرة التغير المناخية ولكن التخلي هذا لا يبدو مرتبطاً بقرار حكومي سهل وبسيط بل بجماعات ضغط تعرقل الجهود الدولية لمكافحة الاحتباس الحراري عبر ممارسة ضغوط كبيرة على الحكومات ورصد مبالغ ضخمة من أجل ذلك في أوج الجدل بشأن تغير المناخ بين مراكز تحذر من مخاطره وأخرى تشكك فيها تكشف صحيفة الغاردين أن مركز أبحاث بريطانياً قاد حملة ضد سياسة الحكومة في مكافحة الظاهرة كان يتلقى تمويلاً من مصالح الوقود الأحفوري وثائق ضريبية حصلت عليها الغاردين كشفت تلقي مؤسسة جي دابليو بي أف التي تعد مؤثيرة في الرأي العام تمويلاً من مجموعة لها مصالح في النفط والغاز وأحد المانحين لديه 30 مليون دولار من الأسهم في 22 شركة تعمل في الفحم والنفط والغاز وبحسب الغاردين جمعت الذراع الأمريكية للمركز الأموال على مدى سنوات لضخها في المؤسسة البريطانية فيما تبين أن جزءاً منها جاء مثلاً من الإخوة كوش الذين ورثوا إمبراطورية النفط من والدهم ما كشفت عنه الغاردين ليس سوى مثال على ما يجري من تغليب للمصالح المالية على مصالح الكوكب البيئية وتحكم الجماعات الإيديولوجية المالية العالمية في توجهات السياسات البيئية ولسيما لدى المنظمات البيئية الأكثر تأثيراً في قرارات الحكومات الغربية موجة من الأمطار الغزيرة تضرب بعض الولايات الأمريكية والصين تحث اليابان على عدم تصريف المياه الملوثة بالأسلحة النووية في فوكوشيما في البحر المزيد من المتفرقات البيئية في هذا التقرير أكثر من ولاية أمريكية تغرق في الأمطار هذا ما حصل في غرب أركنسس حيث تسببت الأمطار الغزيرة في إغلاق بعض الطرق من جراء المياه المتدفقة والحطام كما ضربت المياه أيضاً مقاطعة واشنطن وقد أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات من المزيد من الفيضانات بعضها سار المفعول لغية الحال عشر من الشهر الحالي كما أطلقت عدة تحذيرات من فيضانات مفاجئة قد تضرب أكثر من نصف ولاية ويست فرجينيا الأمريكية طالبة من السكان البقاء في حالة تأهب لأوامر إخلاء محتملة ونبقى في أمريكا وتحديداً نيو ميكسيكو حيث استعدت فرق مكافحة الحرائق لمواجهة مزيج من الرياح العاتية ودرجات الحرارة المرتفعة والرطوبة المنخفضة التي من المتوقع أن تؤجج حريقاً تسبب في فرار الآلاف من منازلهم في الجبال والأودية بالقرب من سانتافي إلى سيبيريا وتحديداً منطقة نازيفا فيسك حيث تسببت دائرة كهربائية في صندوق محول في اندلاع حريق دمر خمسين منزلاً بدأنا بإخماد الحريق بقوارير المياه ولكن سرعان ما اشتعلت النيران في القصب وفتحات الجحيم كان لدينا الوقت لإخراجه وثائقين من المنزل فقط أزيل أكثر من ألف كيلومتر مربع من الأشجار في غابة الأمازون خلال شهر نيسان أبريل وهو ما يعادل نحو ضعف المساحة التي أزيلت في الشهر نفسه من العام الماضي ما يمثل رقماً قياسياً جديداً لمثل هذا الشهر ويضع الغابة تحت ضغط كبير وفي خطر بيئي مماثل حثت الصين اليابان على إلاء أهمية لمخاوف المجتمع الدولي والسكان اليابانيين بشأن خطتها لتصريف المياه الملوثة بالأسلحة النووية في فوكوشيما في البحر في نافذاتنا على حمص لليوم نطل على مصانع مدينة حسياء الصناعية التي واصلت إنتاجها خلال الحرب رغم الحصار الاقتصادي وقد أسمت في تشغيل عشرات الألاف من العمال محمد الخضر لم تتوقف عشرات المعامل في مدينة حسياء الصناعية جنوب حمص عن الدوران حتى في أحلك ظروف الحرب أكثر من 250 منشاة تقوم بالإنتاج فعليا ومئات المنشاة غيرها قيد الإنشاء والتجهيز ضمن عملية إنتاجية تدعم الاقتصاد الوطني في سوريا هؤلاء المستثمرين قدمنا لهم كل الخدمات اللازمة من البنى التحتية والأرض وكان هناك توفر كبير طبعا في حوامل الطاقة لم تنقطع الكهرباء عن المدينة الصناعية خلال سنوات الحرب 258 منشأة منتجة وبشكل مستمر وحوالي 40 إلى 50 منشأة تعمل بشكل متقطع طبعا هو وفق حاجة السوق وتوفر المواد الأولية الضرورية للصناعة منشآت تواجه ظروف عمل قاسية الحصار الاقتصادي وارتفاع أسعار مشتقات الطاقة وتداعيات الحرب تحديات يواجهها المنتجون في حصار جدا شديد علينا ولكن الحمد لله عم نحاول اندبر أمورنا بطرق مناسبة وعم يطلع عنا منتج الحمد لله بمواصفات عالمية طورنا صناعاتنا وضفنا خطوط انتاج جديد وصناعات جديدة على المجموعة ومستمرين لحد الآن نحن باستقطاب مكانات وآلات انتاج وخطوط انتاج جديد وكل سنة عندنا نحن خط انتاج جديد إن شاء الله عم نزل على البلد ومميزات يعني بوجودة عالية تتوزع المنشآت بين الصناعات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة بينها معامل لصهر الحديد وانتاج اللواقع الشمسية والسكر والزيوت اضافة إلى الصناعات البلاستيكية منشآت تدعم قاطرة النهوض الصناعي وتشغل آلاف العمال محمد الخضر من مدينة حسياء الصناعية بحمص الميادين خمس سنوات من التجارب تكللت بالنجاح في زراعة نبتة الصعتر البلدية التي تنبت في الجبال حصرا للمرة الأولى في غزة بعدما كان يجري استيرادها من خارج القطاع وسام العشي منذ خمس سنوات بدأنا في فكرة زراعة الزعتر ولأول مرة في قطاع غزة كنا متعودين في السابق يعني أن الزعتر يجي من الضفة الغربية ولكن الحمد لله يعني بعد تجارب وبعد عدة محاولات زلطت زراعة في قطاع غزة الحمد لله هو صراحة من ناحية الجودة يعني المنتج لنا تقريبا نفس اللي بيجي من الضفة الغربية يعني ظلينا نحاول لما إحنا وصلنا للتربة المطلوبة لأن الزعتر ينجح نجاح بها ريالي والحمد لله وصلنا ونجحنا في هذه التجربة المشكلة أنه بيجي يعني زعتر مستورة من الخارج من مصر من تركيا من البلدان التانية المطلوبة أنه وقف الاستراد من الخارج عشان أنا أقدر أشتغل يعني إحنا مواجهين تحديات وصعبات كثيرة بالنسبة للتسويق في قطاع غزة تذكير بعناوين النشرة كتاب القسام تتوعد الاحتلال بزلزال في المنطقة عند المساس بالسنوار أو بأي من قادة المقاومة ومسيرات في غزة رافضة للتهديدات الإسرائيلية القوات المسلحة اليمنية تنبه التحالف السعودي من المراوغة والتنصل من تنفيذ الهدنة وتحذر من استمرار الخروق مقتل ضابط وعشرة جنود مصريين في هجوم إرهابيا شرق قناة السويس وسيسي يؤكد أن الهجمات الإرهابية لن تنال من عزيمة الجيش في القضاء على الإرهاب زيارة مرتقبة لوفد أوروبيا إلى طهران في مسعى لإنقاذ الاتفاق النووي وبوريليا تحدث عن مبادرة بشأن تصنيف حرس الثورة الإسلامية فيس الذين يريدون مصادرة القرار الوطني اللبناني المستقل جنبلات يهاجم محور الممانع ويتحدث عن عملية اغتيال سياسيا على مشارف الانتخابات حزب شينفين يحقق فوزا تاريخيا في الانتخابات التشريعية في إرلندا الشمالية ويدعو إلى مناقشة توحيد الجزيرة باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية الميادين دوت نت موقعنا على الإنترنت إلى اللقاء اشتركوا في القناة